السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود مرة ثانية إلى شرح مقرر أخلاقية المهنة ونذكر بأننا الآن بلغنا الوحدة الثانية أو الفصل الثاني بعد أن مررنا بالفصل الأول الفصل الثانية والوحدة الثانية هي بعنوان النظرة الأخلاقية الإسلامية للعمل النظرة الأخلاقية الإسلامية للعمل مع العلم بأن الوحدة أو الفصل الأول كانت بعنوان ما الأخلاق فصل الأول إذن بعنوان ما الأخلاق رأينا فيها باختصار شديد الأخلاق لغة، الأخلاق استلاحا، الأخلاق مفهوما ثم ما حاجتنا إلى الأخلاق؟ الحاجة الفردية للأخلاق، الحاجة الاجتماعية للأخلاق، الحاجة المهنية للأخلاق نتي الآن إلى الوحدة الثانية، النظرة الأخلاقية الإسلامية للعمل عناصر هذه الوحدة كما هو معلن على الشاشة تتكلمنا أربع عناصر أولاً مقومات النظرة الأخلاقية في الإسلام بشرة عامة يعني القواعد الأساسية التي تقوم عليها النظرة الأخلاقية في الإسلام علاقة الأخلاق بالإيمان في الإسلام ثم ثانياً أخلاق العمل في الإسلام إذن تخصيص من النظرة الأخلاقية بشكل عام إلى أخلاق العمل بشكل خاص بعد ذلك أخلاق العامل من العمل بشكل عام إلى العامل في الإسلام ثم من العامل إلى أخلاق صاحب العمل في الإسلام دائماً في شرحنا لهذا المقر يقودنا نفس التمشي أو نفس المنهجية وهو الانطلاق من العام في اتجاه الخاص هذه هي خطتنا أو هذه هي طريقتنا في العمل طيب ما هي أهداف هذه الوحدة الثانية؟ أهداف الوحدة الثانية هي كما هو معلن ثلاث أهداف أساسية طبعاً هذه الأهداف تسمى بالأهداف الخاصة أو الأهداف الجزئية في مقابل الأهداف العامة أو الأهداف الكلية للمقر فالمقر له أهداف العامة وهناك أهداف جزئية أو أهداف خاصة أو أهداف تفصيلية خاصة بكل شابتر أو بكل فصل أو بكل وحدة بالنسبة لهذه الوحدة الثانية هناك ثلاث أهداف أساسية الهدف الأول هو الوصول إلى شرح النظرية الأخلاقية في الإسلام أي تمكين المتابع من امتلاك أهم مفاهيم النظرية الأخلاقية في الإسلام وذلك عبر بيان خصوصيتها مقارنة بالنظريات الأخلاقية الأخرى في العالم هنا نحن سنعمد إلى تقديم مقاومات النظرية الأخلاقية في الإسلام طبعاً المقارنة لن تكون بشكل مباشر لأن يمكن تأجيل عملية المقارنة بشكل كامل وبشكل يعني علمي ودقيق إلى الفصل الخامس حينما نتحدث عن الجدل الفلسفي الأخلاقي الحديث والمعاصر حينها يمكن للمتابع أن يقارن بين ويفهم يعني الاختلافات بين النظرية الأخلاقية الإسلامية أو النسق الأخلاقي الإسلامي وبين بقية النظريات الأخلاقية ومفاهيمها ثم الهدف الثاني هو الوصول إلى عرضي أبرز القيم التي تكون المنظومة الأخلاقية الإسلامية قلنا في البداية الخصوصية ثم الهدف الثاني هو الكشف عن القيم التي تكون قاعدة المنظومة الأخلاقية الإسلامية ثم ثالثا وأخيرا الهدف الثالث الوصول إلى استعراض المعايير القيمية التي ينظم بها الإسلام عالمي العمل والمعاملات تقريبا هذه هي أهداف هذه الوحدة نأمل طبعا بشرح شرح جميع العناصر التي سنمرح عليها في هذه الوحدة إلى الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف كاملة ترجمة نانسي قنقر